بعد الانتهاء من الوحدة الأولى أساسيات علم الإحصاء ننتقل إلى الوحدة الثانية مقاييس النزعة المركزية في كثير من النواحي التطبيقية يحتاج الباحث إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في وصف الظاهرة محل الدراسة ومن أهم هذه المؤشرات مقاييس النزعة المركزية ما المقصود بالنزعة المركزية؟ يقصد بالنزعة المركزية ميل البيانات إلى التمركز حول قيمة معينة في منتصف هذه البيانات كيف يمكن قياس النزعة المركزية؟ يمكن قياس النزعة المركزية للبيانات أي التمركز حول القيمة الوسطى بعدد من المقاييس هي الوسط الحسابي الوسط الهندسي الوسط التوافقي الوسيط المنوال وسوف نتناول كل منها بشيء من التفصيل فيما يلي أولا الوسط الحسابي يعرف الوسط الحسابي لمجموعة من القيم بأنه عبارة عن مجموعة هذه القيم على عدد القيم طرق حساب الوسط الحسابي أولا في حالة البيانات غير المبابة يتم حساب الوسط الحسابي بالمعادلة x bar يساوي submission x على n أي أن الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددها والمثال التالي يوضح طريقة حساب الوسط الحسابي في حالة البيانات غير المبابة مثال البيانات التالية تمثل المسافة بالكيلومتر بين الجامعة والمنزل لسبع طلاب والمطلوب حساب الوسط الحسابي للمسافة بين الجامعة والمنزل لحساب الوسط الحسابي نقوم أولا بجمع القيم هكذا أي إيجاد المجموع submission x يساوي 18 زائد 37 زائد 25 زائد 46 زائد 57 زائد 77 زائد 20 هذا المجموع يساوي 280 وعدد هذه القيم يساوي 7 يتم قسمة المجموع على العدد أو مجموع القيم على عددها وبالتالي فإن الوسط الحسابي x bar يساوي 280 على 7 إذن الوسط الحسابي يساوي 40 كيلو متر إذن متوسط المسافة بين الجامعة والمنزل يساوي 40 كيلو متر ثانيا حساب الوسط الحسابي في حالة البيانات المبوابة يمكن حساب الوسط الحسابي في حالة البيانات المبوابة بالخطوات الآتية رقم واحد إضافة عمود ثالث للجدول التكراري يمثل مراكز الفئات ويتم حساب مركز الفئة بالمعادلة حيث مركز الفئة يساوي بداية الفئة زائد نهاية الفئة على 2 رقم 2 إضافة عمود رابع هو عبارة عن حاصل ضرب مركز الفئة x في التكرار f للحصول على المجموع summation x ثم التعويض في معادلة الوسط الحسابي x bar يساوي summation x f على summation f حيث summation x ضرب f عبارة عن مجموع حاصل ضرب مركز الفئة x في التكرار f و summation f عبارة عن مجموع التكرارات والمثال التالي يوضح طريقة حساب الوسط الحسابي في حالة البيانات المبابعة البيانات التالية تمثل توزيع 100 عامل حسب فئات الأجر اليومي بالريال والمطلوب حساب الوسط الحسابي لأجر العامل لحساب الوسط الحسابي لأجر العامل اليومي نتبع الخطوات الآتية حساب مراكز الفئات مركز الفئة الأولى يساوي بداية الفئة الأولى زائد نهاية الفئة الأولى على 2 أي 50 زائد 60 على 2 يساوي 55 ثم نقوم بحساب مركز الفئة الثانية بإضافة طول الفئة إلى مركز الفئة الأولى لنحصل على مركز الفئة الثانية حيث طول الفئة هو عبارة عن الفرق بين بداية الفئة ونهايتها مركز الفئة الثالثة يتم حسابه بنفس الطريقة أي إضافة طول الفئة إلى مركز الفئة الثانية لنحصل على مركز الفئة الثالثة وكذلك مركز الفئة الرابعة يتم إضافة طول الفئة إلى مركز الفئة الثالثة لنحصل على الفئة الرابعة على مركز الفئة الرابعة وهكذا مركز الفئة الخامسة رقم 2 إيجاد سميشن إكس في إف مجموح حاصل ضرب مركز الفئة في التكرار من خلال الجدول التالي في العمود الأول من الجدول فئة الأجر كما هو معطى بالتمرين العمود الثاني هو عبارة عن عدد العمال العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث العمود الثالث قمنا بحسابه اللي هو مركز الفئة العمود الرابع هو عبارة عن حاصل ضرب مركز الفئة في التكرار أي أن العمود الرابع يساوي حاصل ضرب العمود الثالث في العمود الثاني ومجموع العمود الثاني هو عبارة عن Submission F ومجموع العمود الرابع هو Submission X في F ننتقل إلى الخطوة التالية وهي الخطوة رقم 3 وهي حساب الوسط الحسابي بمعادلة الوسط الحسابي وهي X bar يساوي Submission X في F على Submission F أي يساوي 3675 على 50 أي نقوم بقسمة المجموع في العمود الرابع على المجموع في العمود الثاني لنحصل على الوسط الحسابي وهو يساوي 73.4 من 10 أي أن متوسط أجر العامل اليومي يساوي 73.4 من 10 ريال مزايا وعيوب الوسط الحسابي أولا مزايا الوسط الحسابي كمقياس من مقاييس النزع المركزية رقم 1 سهولة حسابه والتعامل معه جبريا رقم 2 دخول جميع القيم في حسابه أي لا يمكن إهمال أي قيمة أو أي مفردة عند حسابه رقم 3 يعتبر الوسط الحسابي هو الأساس في معظم عمليات الاستدلال الاحصائي ولكن يعاب على الوسط الحسابي 1 يتأثر في حسابه بالقيم المتطرفة أو الشازة رقم 2 لا يمكن حسابه من البيانات الوصفية رقم 3 لا يمكن حسابه من الجداول التكرارية المفتوحة من أحد الطرفين أو من كليهما رقم 4 لا يمكن إيجاده بانيا أو بالرسم ترجمة نانسي قنقر